مرحبا بكم. اليوم هنعمل هذه الحلوة كتير بسيطة وكتير سهلة. يلعى الواسط. نوضع قليل من الدهون في الوعاء. ماء 3-4 كوب يعني كوب 150 جرام. سكر 1 كوب ونصف 250 جرام. نضع السكر على مرحلتين. نشاء الزرة. نصف كوب 50 جرام. نعصر نصف لمونة. النكهات والتوابل هي اختيارة. انا وضعي 3 ملاعق كبيرة ماء الورد. نوضع قليل من لون الطعام. اي لون بتحبوه بتفضلوه. نوضع قليل من لون الطعام. نوضع السمن او الزبدة 80 جرام على مراحل تقريبا 3-4 مراحل بنضيفهم. بنقلب المكونات جيد على البارد. على البارد طبعا. بعدما تدوب المكونات حتى تدوب المكونات جيد بنشغل الحرارة اقل من المتوسط لمدة 30 دقيقة مع التقليب المستمر. سأوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتم بحاجة الالتقاط صورة للمكونات. هيك بنقلب جيد. عند التماسك بنوضع النصف الاخر من السكر. عندما تتماسك بنوضع السكر والتقليب المستمر. طبعا باقي السكر. في بداية وضعنا نصف كمية ووضعنا النصف الاخر. نوضع كل خمس دقائق نوضع قليل من الزبدة حتى تنفذ الكمية الزبدة. كل خمس دقائق نضيف قليل من الزبدة كل خمس دقائق. حتى تنفذ الكمية التقليب المستمر. يمكن التأكد من النضوج باخد عينة بفضل استخدام معلقة طعام افضل. ما تعمله مثل ما اعملت انا. مثل الكرة يعني بتكون. نوضع مقصرات هي اختيار المقصرات الخشنة. الكمية والنوع هي اختيار المقصرات. يعني كيف كنا عن المقصرات. اخر كمية الزبدة بضيفة. المهم تمانين جرام سولت سكوب. وبنقلب جيد لمدة خمس دقائق. بنقلب. هيك اصبحت جاهزة. بنضعها في الوعاء. بنجعلها تبرد تماما ووضحها بالتلاجة. لمدة سعتين قبل التقديم. نتركها برا تبرد. بعدها بنضعها بالتلاجة. هيك جاهزة. ويفضل تخزين يكون بالتلاجة. هيك بنقلبها. بتنزل لحالة. بتنزل. كثير كثير هي روعة. ومميزة. بالاخاص للمناسبات. بنقطعها بالحجم من احنا بنحبه. ممكن نوضع مكسرات. كمية اللي احنا بنحبها. ممكن ما نوضع مكسرات. يعني اختيارة المكسرات ايضا. ممكن مدون مكسرات. ولكن مع مكسرات كثير روعة. بنقطعها بالحجم اللي احنا بنحب. شايفين كيف اكتر من الرواعة. يعني الاز من الراحة. هو الحلقوم الراحة. هي هذه الاز بكتير. خلينا نزوقها. بصراحة اكتر من الرواعة. اتمنى تقطب لي رأيكم تحت بالتعليقات لانه رأيكم بكتير بهمين. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا قناة اليوتيوب باسم القناة شايف نايد. من شان نصلكم كل جديد. في امان الله. مثلا. اشتركوا في القناة